اهلا وسهلا فيكم جميعا طلاب وطالبات مسارات اليوم جلستنا هي بداية انطلاقتنا بعالم المهارات ومثل ما كلياتنا منعرف ان المهارات هي مفتاح النجاح بجميع جوانب حياتنا سواء كانت حياتنا الشخصية او المهنية وتوصلنا في المهارات لعدد انواع منها المهارات الحياتية المهارات النامة المهارات التقنية والمهارات الابداعية وكل نوع من اللي ذكرنا بيلعب دور اساسي بتطوير حياتنا بتطويرنا نحن كفرد وبتعزيز قدراتنا لنحقق النجاح والتفوق مبدئيا ريح نركز بورشتنا اليوم وبعض الورشات القادمة على المهارات الحياتية شو يعني مهارات حياتية؟ هي القدرات اللي بنستخدمها بحياتنا اليومية لنتعامل مع التحديات المختلفة بفعالية وكفاءة وطبعا تبرز ادارة الوقت كواحدة من اهم المهارات الحياتية اللي بتأثر بشكل مباشر على جودة حياتنا وانجازاتنا طيب اذا جاهزين لنبدأ بورشتنا ورشة ادارة الوقت بفعالية عبارة عن جلستين جلزة اليوم وجلزة الاسبوع القادم يوم الجمعة ان شاء الله فبسم الله نبدأ قبل الانطلاق يرجع تسجيل الدخول للكلاس بوينت من قبل الجميع بذكركم برمز الفصل متل مظاهر عنه بأعلى الشاشة واحد ثماني سبعة خمسة واحد بانتظار الجميع يدخل للكلاس بوينت رجعا لحتى ننطلق مع بعض بالانشطة كيف منسجل دخول للكلاس بوينت عن طريق جوجل او المتصفح منكتب كلاس بوينت سواء بالعربي او بالانجليزي رح يطلب مننا رمز الفصل موجود هون واحد ثماني سبعة خمسة واحد بانتظار الجميع ويبقى السؤال كم مرة شعرتوا انه اليوم انتهى من دوم ما تحققوا شو وانتوا كنتوا حاطين ببالكم تحققوا كم مرة حسيتوا الوضع الوقت عم يضيع منكم يعني الشعور كتير بينتابنا خلال ايامنا فخبروني انتوا عم وضعكم هل بتحسوا انه الوقت عم يضيع منكم هل بتحسوا انه الـ 24 ساعة ما متكفيكم كتير اغلب الاوقات كل يوم هاد الشعور كتير للامانة عدة مرات مرات كثيرة بعض الاحيان حلو خصوصا اليوم ضع بدون ما ارمل اي شي وهي الحالة كتير بترافقنا بحياتنا كتير 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 نادرا جدا حلو كتير في اشخاص لا قالي اللي ترافقون هاي الحالة نحس انه الوقت كتير سريع والاياها من جد عم تركض كتير بسريعه كأنه نحنا قدامنا كرة دائرية عم تنمشي بسريعه ونحنا مفكرين انه هي لا بس هي فعاليا سريعه من سريعه نحنا معمل بحيه طيب كلنا بنعرف ان القرآن واستنى عنها بالوقت اشد العناية ولبيان هاد الامر اقصى الله في مطالع صور عديدة بالنهار والليل والضحى والفجر والعصر وحتى بالاحاديث في كتير احاديث بتذكرنا بقيمة الوقت واهميته عن ابي برزة الاسلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة خصال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وكتير احاديث ثانية بتذكرنا باهمية الوقت طيب وهلأ منحكي عن محاور الجلسة اليوم محاور جلستنا رح نحكي فيها عن بداية عن ادارة الوقت مفهوم ادارة الوقت واللصوص الوقت استراتيجيات التغلب على الكسل والتسويف اهداف سمارت شو يعني اهداف سمارت كما رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم وتحليل الوقت جاهزين ننطلق المحاور الاول طيب ما هو مفهوم ادارة الوقت فكروا معنا شوي شو يعني ادارة وقت يا دره شاركوني شو توقعتكم شو ارائكم شو بتعرفوا عن الموضوع بانتظار جميع المشاركات عن طريق الكلاز بوينت ايضا هو تنظيم الحياة شكرا يا نور تنظيم وترتيب المهام جميل اه ندير وقتنا والنظمه تكون حياتنا منظمة تنظيم اليوم والحياة اه تعرفنا كيف تنظم وقتك بطريقة صحيحة جدول عمل نسبة زمنية تنظيم الوقت نظم وقتك اليوم بيوم يعني تنظيم الوقت وضع برنامج تنظيم الحياة اليومية تنظيم الحياة اليومية تنظيم الوقت لإدارة مهامك بشكل افضل تنظيم الوقت تنظيم الوقت وعدم ضياعه إلا بفائدة انه نهتم بالوقت وما نطيعه تنظيم الحياة تنظيم اليوم للدراسة حلو كتير يا عمر بس لكن في عنا كمان أمور تانية غير الدراسة بالنهاية كنحنا كلنا بشر ومنحتاج أيضا ترفيح فكيف رح يساعدنا يا ترية تنظيم الوقت بهذا الموضوع يا عمر تنظيم الحياة والوقت أهم شي ترتيب الوقت تنظيم المهام وترتيبة ترتيب المهام نقطة كتير مهمة ذكرتوا تنظيم الأعمال مع الوقت يعني نظم وقتنا ونرتب مهامنا معناها كيف ننظم وقتنا بحيث نقدر نستق بين حياتنا ونقدر رئيستنا ومهامنا تجاه أسرتنا حلو يا عريم شكرا تنظيم الوقت وإدارة المهام المطلوب إنجاثها وتنظيم الوقت وعمل على هذا الشي جميل تنظيم أهمال اليوم تنظيم وقتنا للاستفادة تنظيم أمور الحياة تنظيم الوقت وترتيب المهام تنظيم الوقت تنظيم الوقت جميل حياة منظمة شعور حرفيا هيك يا هلوجين تنظيم عملية تخطيط للسيطرة على الوقت يعني إضافة جدا رائعة يا فاطمة كيفية رائحة نسيطرة على الوقت إدارة الوقت هي عملية تنظيم واستغلال الوقت المتاح بشكل فعال لتحقيق أهدافك وأولوياتك تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الضغوط والتوتر من خلال التخطيط المسبق وتحديد الأولويات تتضمن إدارة الوقت خطوات تحديد الأهداف وضع خطة تحديد أولويات تجنب التشطط المتابعة والتقييم جميل شكرا يا آية تساعد إدارة الوقت على إنجاز المهام بفعالة وكفاءة مما يزيد من الشعور بالجضاء والتحكم في الحياة الشخصية والمهنية رائع تنظيم الوقت وعدم هدرب التوفيق للجميع شكرا يا مجد أن الوضع هو شيء ما بيرجع ومنظم للحياة ترتيب المهام إذا قدرنا وقتنا تتنظم حياتنا بطريقة صحيحة حلو كتير يا رامو أن يستخدم الشخص وقته فيما ينفع ويرضي له عز وجل جميل ترتيب الأولويات حس حالي إذا درسنا واللبست يحفظ أكتر بس كلمة من وجل ندرسها ومن التهيب معناها إلغو الفكرة عملية تخطي للسيطرة على الوقت سيطرة على الوقت حبيت الكلمة الذي يقضيه الإنسان في مختلف الأنشطة تنظيم الوقت تنظيم الوقت وتوزيع المهام على عدد ساعات أو مهام طيب حلو كتير تقريبا هون أي ضيء كمان نفس الفكرة تنظيم الوقت واستثماره بشي مفيد تنظيم الأمور الحياتية وعبارة عن نشاط تجميعي هدف إلال حقيقة قصة فائدة وضع برنامج للانتظام عظم ضياء الوقت بشي غير مفيد عمليات تخطيط وتحكيم طيب حلو كتير تنظيم الوقت عبر برنامج يومي حلو يا عبد الرساء طيب تنظيم الوقت تنظيم الوقت والسيطرة عليه وضع خطة للسيطرة على الوقت طيب خلونا نسيطر على الوقت شكرا لكم إجابات جميلة جدا طيب إدارة الوقت تماما من كما ذكرتم هي محاولة التنبؤ بالوقت المتاح لنا لفترة مقبولة واستخدامها أوفر فترة مقبولة واستخدامها بشكل الأمثل بهدف تحقيق أهداف محددة أو بعبارة أخرى وبتعريف آخر هي محاولة السيطرة وطيما حكيته أو ترويض الوقت بدلا من أن يفرض هو سيطرته علينا طيب كيف رح نقوم بإدارة الوقت وقبل ما نحكيه كيف رح نقوم بإدارة الوقت في عند السؤال هل أنت تدير الوقت أم الوقت الذي يديرك وقبل ما أأخذ الإجابات منكم بدي مشاركة صوتية وحدة حدا اشاركنا شو الفرق بين إدارة الوقت والوقت اللي بديرنا شو رأيك أنسانور نسمع إجابة من حدا مشاركة صوتية هي أكيد خلينا نسمع من تصميم إذا نظمنا وقتنا منحسن من ضبط الوقت حسب أنت ما تنظمي وقتك تحسنة تزرسي بالوقت تمام هو تنظيم يعني برأيك الفرق هو تنظيم الوقت طيب حلو كتير شكرا يا تصميم طيب إن شاء الله ما نضيع نحن كمان الوقت رح أحكي لكم الفرق بين إدارة الوقت والوقت اللي بديرنا هو كالتالي إدارة الوقت هو أنه نحنا المتحكمين بيومنا بأولوياتنا نحنا اللي منحدد شو بدنا نعمل وقامت وكيف ننظم أنشطتنا تمام أما لما يكون الوقت هو اللي عم يديجنا يعني نحنا فعليا عم ننتقل من مهمة لمهمة بلا تخطيط عم ننتقل بالمهام بلا تخطيط والمهام والمواعيد هي اللي عم تتحكم فينا وعم تفرض حالها حالها علينا يعني منلاقي حالنا والله هلأ رح أدرس رياضيات أمد درست رياضيات فجأة قررت أنه أدرس علوم فجأة قررت أنه أم إلعب فجأة قررت أنه أم أحكي مع فلان فهيك الوقت هو والمواعيد هي اللي عم تتحكم فينا وبتفرض حالها علينا بآخر شي غالبا منحس حالنا على طول مشغولين منحس حالنا ما أنجزنا شي عرفنا الفريق بين أنه نحن ندير الوقت وبين أنه الوقت هو اللي عم يديرنا طيب هلأ جاوبوني أنتو بتديروا الوقت ولا الوقت اللي عم يديركم الوقت 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 نحن حلو الحقيقة أنه الوقت أحيانا هيك أحيانا هيك للأسف هو غالبا الوقت لا أنا ولا هو الوسط الوقت أوقات هو بيديرنا بالنسبة إلي الوقت 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 كالسيف إلا أن تقطعه قطعك تماما غالبا الوقت الوقت أنا بدير الوقت حلو نحن أيها الوقت وأحيانا أنا نحن عم نديره برعبوا عليكم للأسف هو على طول الوقت أنا المسيطر الحمد لله جميل جدا برعبوا يعني أبدا ما له شيء سهل بس كمان ما له شيء مستحيل الوقت طيب تمام تمام شكرا إذا كنت تعتقد أن التعليم مكلف فعليك أن تجرب الجهد وإذا كنت تعتقد أن التنظيم يتطلب الكثير من الوقت فجرب الفوضى كثير مننا أشخاص أو يعني أحيانا ما نفكر أنه إذا أمنا ونظمنا وقتنا يحي ياخد مننا وقت بس هو فعليا عم يعطينا وقت ما بنعرف هذا الشيء لحتى نجرب فخلونا نعطي فرصة لحالنا أنه نجرب من أي شيء تجربة شو رأيكم طيب حكينا عن إدارة الوقت وأهمية الوقت وما إلى ذلك طيب ليش نحن مندير الوقت؟ لماذا ندير الوقت؟ لترتيب الحياة لتسهيل حياتنا لإستفادة من يومنا المساوى بين الحياة توفير وقت لتعلم شيء جديد حلو توفير وقت تحقيق إنجاز للنجاح والتفوق تنظيم حياتنا تنظيم الحياة تنظيم الحياة تنظيم الحياة نعيش براحة حس مشان نعمل مهارات فعاليات أكتر إحساسك بمحله لا نعيش حياة مستقرية ومليئة بشيء مهم كي نحقق أهدافنا كي ننجز مهامنا بدون نقصان تسهيل الحياة والاستفادة لحياتنا كي نصنع مستقبل الأفضل والاستفادة من الثانية ندير الوقت لكي ننجز المهام السهولة ونحقق أهدافنا بدون ضغوط ونساعدنا على التركيز تحديد الأولويات ووفر لنا وقتاً للرياح والاهتمام بأنفسنا لاستغلاله بأشياء مفيدة حتى ننظم الحياة واليوم لتنفيذ المهام اللي بتراكم علينا للإنتاجية حتى نحسن نحسن نحقق النجاح إجراء المهام بكفاءة عالية حلو للاستفادة وتوفير الوقت نرتب الحياة تسهيل الدراسة وإنجاز المهام لكي نشغل أنفسنا عن الملحيات إدارة الوقت للتفرغ للأعمال اليومية والتمييز بين الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية جميل ديادة الإنتاجية والكفاءة رح نتعبه الاستفادة من الوقت وقضاء الأعمال بقل مدة لكي نستطيع لكي نستطيع أحقيق أحلامنا عن طريق السعي وذات الوقت إيجاد وقت للترفيه للنفس تماماً مثل ما ذكرنا أنه نحنا مو طلب مننا نكون روبوت عندنا كمان طاقة ممكن تخلص بأي وقت بحاجة أنه نحنا نشحنها ممكن بالراحة ممكن بالمهارات نقضي وقت مثل ما منحب فإدارة الوقت بتساعدنا حتى تحقق لنا هذا الوقت طيب لما نضيع عمرنا بدون شي نقضع الأعمال الواجبات بدون شوشرة وتفرغ لأشياء أخرى تنمية القدرات والمهارات أولاً سنسأل عن عمرنا فيما أفنينا وأيضاً لا يوجد نجاح دون إدارة الوقت جميل توفير وقت لتعليم أخواتي بالنسبة إلي وكونوا متفوق حلو كتير يا أحمد حتى نقدر نزيد من مهاراتنا ونكون للأوائل للاستفادة أكبر قدر ممكن من الفراغ وتعلم العلوم التي نستفيد منها في حياتنا اليومية وحياتنا الكاملة بشكلها جميل لكم فيها النوقت للإستراحة تنظيم الحياة تساهم في مساعدة الشخص خلال أداءه العمل المطلوب منه تحديد أولوياته تنظيم الوقت أولا سؤال عن عمره فيما أفنا التحقيق الأهداف والمهام وليعيش الحياة باستقرار وليهما كشكل جلساتنا موجودة على اليوتيوب ما رح عليكم شيء لزيادة الإنتاج وتحقيق الأهدافنا اليومية شكرا لكم إجابات رائعة تماما مثل ما ذكرت إحنا ندري الوقت أول شيء حتى ننجز المهام والأهداف اللي ببالنا اللي حاطينا قدامنا كمان للاستغلال الأمثل للوقت قضاء وقت أكبر لتطوير الذات وممكن للإستراحات تحسين الإنتاجية وضبط الذات طيب سألتكم سابقا على المنشورات على التيمز شو هي لصوص الوقت بالنسبة لكم شو أكثر الشياء اللي بتلحيكم بتاخد من نؤتكم بدون ما تحسوا وإجاد كتير إجابات مختلفة طيب بشكل عام عنا هدول لصوص الوقت الأقوى هو التكاسل الهاتف نقص الانضباط الذاتي ترك المهام دون إنجاز عدم القدرة على قولها كتير أشخاص أحيانا بيطلبوا مننا نقوم بمهام مغير نحنا اللي حاطينا ببالنا فلما بيطلبوا مننا هذا الشيء نحنا غالبا مننحرج ومنقول أي ومنأخذ بيروح من وقتنا نحنا وعن نقوم بمهام الآخرين فعدم القدرة على قولها هي من لصوص الوقت محاولة القيام بأمور كثيرة في وقت واحد وغالبها بتكون النتيجة ولا شيء طيب خلونا شوي نصفا بهي اللصوص اللصوص الوقت الهدولة يا ترى هدو اللصوص الوقت أنا كيف لازم أتعامل معهم كيف نحنا لازم نتعامل معهم نحن أعطيكم 15 دقيقة تناقشوا مع رفعاتكم مع زملائكم زميلاتكم بالغرف رح نعمل أنسنور غرف رح تناقشوا بالغرف كمجموعات أحد مضيعات الوقت اللي ذكرناهم أو غيره وتقطرحوا حلول للحد من هاي المضيعات أو للتخلص منها لما رح ترجعوا بعد 15 دقيقة للمكالمة الجماعية رح تطرحوا علينا الحلول اللي توصلتوا لها كمجموعة تفاقنا جاهزين لحتى نشتغل على الغرف بعرف اليوم شوي العدد أكبر بس معلش تجربة جميلة نشتغل على العمل الجماعي كمان تمام رح أرجع للكم شو المطلوب عنا هاي مضيعات الوقت رح تختاروا كل مجموعة رح تختار أحد لصوص الوقت وتتناقشوا كيف يعطلوا نحنا ممكن نحد من هدول الوصوص الوقت أو نتخلص منهم فكروا بحلول وبالمكالمة الجماعية تخبرونا لشو توصلتوا نحنا رح نبدأ نستقبل مشاركاتكم ونسمع الحلول اللي توصلتوا لها تفضل وشاركونا يعني كل شخص رح يحكي بإسم مجموعة يكتب أي مجموعة مثلا أنا تسنيم متحدثة بإسم المجموعة التانية ناقشنا مضيع الوقت مثلا الهاتف وكانت الحلول مقترحة كذا 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 طيب اللي جاين نحن شاركتنا بإسمك بإسمك مو بإسم مجموعة اللي موجودة في أغلب الهواتف اللي موجود في أغلب الهواتف لضبط وقت معين للتطبيقات الملهية حلو كتير هذا الحل استخدام وضع عدم الإزعاج هذا الوضع بيمنع التنبيهات من إزعاجك إلا إذا كانت ضرورية وبيساعدك على التركيز بشغلك أو دراستك حط الهاتف بعيد عنك جرب تحطه بغرفة تانية أو مكان بعيد خلال وقت العمل أو وقت العائلة لما يكون بعيد عن عينك بصير أقل جذبا أقفل التنبيهات التنبيهات هي السبب الأول في تشديد الانتباه أقفلها للتطبيقات غير المهمة وبتلاحظ كيف يقل استخدامك للهاتف استخدام التطبيقات المساعدة مثل فورست وهذه التطبيقات تشجعك على ترك الهاتف جانبا بطرق مبتكرة أيوة مثل زراعة شجرة افتراضية كل ما بقيت بعيد عن الهاتف حلو كتير عين اشغل وقتك بأنشطة ثانية اطلع كتاب اطلع كتاب معرس هواية جديدة أو جرب رياضة خفيفة كل ما زادت اهتماماتك بعيد عن الشاشة قل اهتمامك بالهاتف فترات راحة تقليل الحلول جدا رائعة وعملية ان شاء الله تكون يكون كل الموجودين معنا يعني حطوهم ببالهم لحتى يجربوا يستخدموهم لأن فعلا لزنحنا يعني كان عنا إرادة وطبقناهم كتير حلا يفرق شكرا يا فاطمة وشكرا للمجموعة رقم 8 الله يعطيكم العافية عمر رائع زيدان متحدث باسم المجموعة 3 المشكلة تضيع الوقت على الانترنت يجب تحديد وقت معين للتصفح في الانترنت وتجنب التصفح العشوائي لغاء إشعارات التصبيقات الغير ضرورية تحديد وقت للدخول إلى الانترنت أو استخدام الانترنت في القراءة وتعلم مهارات جديدة ويجب علينا التقليل من وقت استخدام الانترنت في التصفح الغير مفيد وسنجد بمرور الوقت أننا نتحكم بالوقت بشكل مناسب جميل جدا شكرا لك زيدان شكرا للغرفة الثالثة فعلا جمان حلول عملية مفيدة أريج بركات المتحدثة باسم المجموعة الأولى تشفنا من مضيع الوقت هو الجوال وضع خاصية عدم الإزعاج ترتيب الأولويات وضع كل شيء ملهي بعيدا عن دراستك وضع كل شيء استلظمه أثناء دراستك كمان حلو جدا جميل شكرا كثير لك يا أريج وشكرا للغرفة أو المجموعة رقم واحد تماما شكرا يا يحيو مين معنا كمان هم من الغرف يوم ستة الغرفة رقم ستة خطرنا انه الهاتف اللي بله هنا واخترنا حلول حذف البرامج الملهية واخترنا التأجيل وما لقينا حلول شكرا طيب يا عبد المجيد شكرا لك وشكرا لغرفة رقم ستة رح نحكي شوي بعد شوي عن موضوع التأجيل شكرا لكم مجموعة روم بسمة وكتب الرقم طيب الهاتف مضيع للوقت وقدرحنا انه نحدد وقت للدراسة وانه نعطيه الهاتف الأمي مشان تحط رمز وما نفتحه حلو كتير وما لازم نقرب غير غير للدروس نحط وضع دم الإزعاج بساعد هذا التركيز ولازم تطفيه على الأخير وقت الدراسة ولازم نتظم وقتنا مشان ما نلتهي ولازم يكون دافع على الدراسة شكرا كتير لكم فعلا هو الهاتف من أكثر المشاكل من ناحية تضيها الوقت فكل الحلول اللي عم تقترحوها جدا جدا مهمة جدا عملية ومفيدة شكرا إليك يا راما وشكرا للغرفة الغير مذكورة المتحدث المجموعة أو المتحدثة المجموعة رقم خمسة استخدام الهاتف لوقت محدود عن طريق تطبيق يقوم بقفل الهاتف لوقت محدود وتنظيم عن طريق وضع جدول بالأعمال يومية ووضع الهاتف خارج الغرفة عن الدراسة جدا نقطة مهمة أنه يكون هو بعيد عننا أساسا وأخذ نصف ساعة راحة من الدراسة واستغلها لبعض العبادات مثل قراءة القرآن بدأ من جلوس على البرنامج مثل الإنستا والديك توك والفيس بوك شكرا كتير يا بيسا وشكرا يا غرفة رقم خمسة مريم أحمد مجموعة إلاش عدم تنظيم الوقت وضع خط جدول للدراسة عندما تكون الدراسة دون هدف أكيد ما رح توصل لنسيجة والمداومة على قراءة القرآن واليقين بالله هل يضيع وقتبع شكرا إليك يا مريم شكرا للمجموعة لقم إلاش أتوقع أن تناقشته بشكل عام أقول لي هو شوف تمام شكرا إليك يا مريم مريم نتابع هنا نفس الإجابة شكرا هيبا هيبا محمود لمجموعة رقم عشرة الموبايل هو أكبر لس والتكاسل اقتراح الابتعاد عن الموبايل أكتر وعدم الاقتراح منه في وقت الدراسة وضع عدم الإزعاج تمام تمام شكرا لكم جميعا شكرا للأشخاص اللي كانوا عم يتفاعلوا بالغرف بالعمل الجماعي كان عمل رائع الله يعطيكم ألف عافياره طيب ناقشنا بعض الحلول اللي هي فعلا عملية وشكرا كتير لكم وبيبقى الكسل والتسويف هن من أكتر كمان المشاكل اللي بنواجهها بحياتنا فعندنا بعض الاستراتيجيات اللي بيساعدنا على التغلب على الكسل والتسويف فعندنا خمس نقاط مهم نحنا نحطهم ببالنا الأولى انه يكون نحنا عنا أهداف سمارت شو يعني أهداف سمارت؟ هلا بعد شوي رح نحكي عن أهداف سمارت رح تشوفوا قداش مهم نحنا يكون عنا أهداف محددة حتى يعني انبعد عن الكسل والتسويف أو هن يوعدوا عنا التوازن انه نحنا نوازن بين حياتنا العملية وحياتنا الدراسية وحياتنا الشخصية وغيره تقسيم المهام لأجزاء صغيرة وهي من النقاط الجدد المهمة أحياناً عندما نشوف انه نحنا عنا مهمة ونشوف انه هي كبيرة فصير عندنا خوف هذا الخوف انه نحنا ننطلق ونبدأ بهاي المهمة يخلينا نتركها على الآخر فكتير مهم ان احنا نقسم المهام الكبيرة لأجزاء صغيرة حتى بالجلسة القادمة رحنا نحكي عن تقنية بتساعدنا بتقسيم المهام حفز نفسك تحفيز جداً مهم طيب نحنا عم نشتغل وعم نتعب وعم ننتج ونستثمر وقت وكل شي بس نحنا كمان نحفز نفسنا ونعطيها كاسترياحات نهتم بحالنا من وقت الآخر بعد ما نقوم بمهمة مثلا نكافئ نفسنا بكوب قهوة مثلا أو نقرأ كتاب أو استراحة وما نعمل أي شي فكمان نقطة مهمة استراتيجية العشر دقائق قبل ما نحكي عن استراتيجية العشر دقائق في عنا فيديو هو تمرين لطيف ممكن نقوم فيه لحتة نتغلب على فكرة التأجيل والتسويف كيف تحس فيه كيف تحس فيه أو قرار طلاق ممكن يكون قرار وظيفة أو البعد عن وظيفة ممكن يكون قرار سفر أو هجرة أو قرار أنك تضلك وتعفره شو ما كان القرار جيب وراء وقلب أكتب القرار فوق وأكتب كلمة أسبوع تحت كلمة شهر تحت كلمة سنة تحت كلمة خمس سنوات وأكتب لو أخذت هذا القرار قبل وفي كلمة أسبوع وين حكون اليوم ولو أخذت هذا القرار قبل شهر وين حكون اليوم ولو أخذت هذا القرار قبل سنة وين حكون اليوم ولو أخذت القرار قبل خمس سنوات وين حكون اليوم وأكتب ما تفكر بس الكتاب بتعمل برمجة لغوية عصبية معك ولما تشوف الكلام بيطلق مرات سبحان الله بتسترسل أنت لحالك تبدأ تكتب شغلات حتى اللي كتب كتاب زي دكتور سيف وكل الكتاب بيطلع كلام ما بيقدر يعيده كيف طلع الكلام هذا لأنه هو قاعد يكتب ويسترسل هتشوف وبعد شوية هتبتقول يا الله ياريتني بديت أمس أنا لو بديت من أسبوع إنت لو تعمل كل يوم مين بيحب يكون عنده جسم حلو كل ياتنا وسيكس باك وماشي على البحر أنت والناس كلها تطلع عليك دو تعمل كل يوم خمسين ستاب لمدة سنتين سيكس باك طالع من التشيرت بس مين هيعملها فلو عملت هالإشي من سنتين كان اليوم أنت وين فهذا التمرين البسيط جدا بإذن الله يساعدك أنك أنت تعرف وتشوف قدر قوة قرارك في حياتك وأنه حياتك عن جد في إيدك وأنه قرارات الصغيرة أهم من قرارات الكبيرة واللي أهم من هذا كله سرعة مرور الوقت وإنت مش نلاحظ منصحكم أنه تجربوا هذا التمرين وتخبروني بالنتائج شكوك شو شعركم بعد ما عملتوا هذا التمرين تمام؟ شاركوني على الخاص على التيمز وهلأ رح نحكي عن استراتيجية العشر دقائق أحياناً كتير بيكون عندنا أعمال وهيك بتعودنا نفسنا على تأجيله وشي منقول مجا على بالي ويلا بعدين ويلا بعد شوي والكلام هذا فالأفضل حسب ما تقوله استراتيجية العشر دقائق أنه نحنا بهي الحالة نروح شوي هيك عن نفسنا نعطي نفسنا شوية وقت بعض الدقائق نروح شوي عن نفسنا لفترة قصيرة وبعدها نجبر حالنا على البدء بالعمل لمدة عشر دقائق فقط عشر دقائق وبعدها ناخد استراحه وهيك لما نحن نرجع نحنا نقنع حالنا العمل حسب استراتيجيات نحن نحكي عننا بالجهزة القادمة عملية لما نحن نرجع نتابع عملنا ونشتغل فعلياً نكون عم نستكمل ونكون تخلصنا ونثقل البدايات اللي أغلبنا يعني منعاني منا ونستصعبها فأفضل شيء أنه نحن نبدأ بس بعشر دقائق نقوم نشتغل نبدأ نكسر هاي ثقل البدايات نشتغل لمدة عشر دقائق فقط وبعدها ناخد استراحه ونستكمل فكمان بنصحكم جربوا استراتيجية العشر دقائق وهلأ رح نحكي هلأ رح نحكي عن أهداف محددة smart ما أعرف إذا في حدا منكم سمع سابقاً عن أهداف محددة أو أهداف smart أهداف المحددة إلى خمس قصائص الأولى أنه تكون محددة وواضحة الثانيين واقعية وذوصلة قابلة للقياس قابلة للتحقيق ولها بعد زمن طيب قبل ما نحكي أكتر عن أهداف smart أو الأهداف المحددة نحنا هلأ هون بلشنا ننتقل لمرحلة التخطيط لتنظيم الوقت ولحتى ننطلق بشكل صحيح بهذه المرحلة المرحلة التخطيط نحنا نقطة لازم نحن نحطه بباله واحد أنه ندرك أهمية التخطيط ما يكون مثل قصة الحطاب اللي بتقول كان في حطاب عم يحاول يقطع شجرة تمام والفقس اللي معه الفقس غير حاد ليش؟ لأنه ما شحظه ما سنه فمري عليه شخص وقاله ليش ما شحظ الفقس عم شو قاله قاله ألا تري أنني مشغول في عملي فبعضنا بتوقع أنه تنظيم الوقت رح ياخد منه وقت وهو فعليا لا فأول شيء نحن ندرك أهمية الوقت وتاني شيء لازم يكون عنا أهداف محددة أهداف سمارت مثل ما حكينا اللي هي فيها خمس خصائص هرجع عيدهم بشكل سريع محدد كون هدف محدد وواضح واقعي وذو صلة قابل للقياز قابل للتحقيق وله بعد زمني طيب شو يعني هنحكي نحن شو يعني محدد شو يعني قابل للقياز شو يعني قابل للتحقيق ومجتبة ومحدد بالوقت مثلا أنا بدي حط هدف ببعلي هدف تحسين صحة البدنية تمام أنا بدي حسن صحة البدنية طيب أول شيء لنا لازم يكون هدفي محدد ماذا أريد أن أحقق بالضبط شو بدي بالضبط جواب أريد تحسين ليقتل البدنية تمام هاد محدد هدف محدد طيب اتنين قابل للقياز يعني ما هي المعايير أو المؤشرات التي سأقيم بها نجاحي طيب نعيد محدد ماذا أريد أن أحقق بالضبط تسألت أنا بدي حسن ليقتل البدنية اتنين قابل للقياز بإني أسأل حالي شو هي المعايير أو المؤشرات التي سأقيم بها نجاحي أنا كيف رح أعرف أنه أنا عم بنجح بهذا الهدف فأنا لازم يكون عندي ضمن هذا الهدف المحدد شيء اسمه قابل للقياس خاصية القابل للقياس كيف يعني مثلا أنا قلت أنه هدفي أريد تحسين العلاقة البدنية قابل للقياس أنه أنا قلت سأمارس حطت ببالي سأمارس الرياضة لمدة 30 دقيقة 4 مرات في الأسبوع هيك نهاية كل الأسبوع أنا رح أقدر قيس لأي مدى أنا قمت بتحقيق الهدف هل قمت فعليا لمدة 30 دقيقة 4 مرات في الأسبوع ولا لا تمام فهمنا شو يعني قابل للقياس هلأ قابل للتحقيق أنه أنا أسأل حالي شو هي الخطوات أو الإجراءات اللي لازم اتخذها إذا أنا بدي حسن لياقة البدنية فلازم مثلا قابل للتحقيق أنه سأبدأ بممارسة الجري نشاط الجري بالتالي هو قابل للتحقيق ما له شيء مستحيل مرتبط مرتبط يعني أسأل حالي كيف يتماشى مع أولوياتي الأخرى هدفي اللي حددته ممارسة الرياضة أو تحسين صحة البدنية مرتبط بشيء أولويات أخرى نعم مثلا أريد زيادة مستوى الطاقة لدي أو لأداء المهام مستوى الطاقة لأداء المهام فهو مرتبط محدد بوقت شو يعني محدد بوقت يعني إلى موعد نهائي ما هو الموعد النهائي لتحقيق الهدف فأنا إذا بدي حسن الصحة البدنية محدد بوقت سأمارس الرياضة سأبدأ ممارسة الجري المحدد بوقت يعني سأحقق ذلك كل هذا الهدف خلال ثلاث أشهر إذن أنا لحت حد هدف محدد بطرح على حالي خمس أسئلة الأول ماذا أريد أن أحقق بالضبط ما هي المعايير أو المؤشرات التي سأقيم بها نجاحي ما هي الخطوات أو الإجراءات التي سأتخذها كيف يتماشى مع أولويات الأخرى ما هو الموعد النهائي لتحقيق الهدف حنشوف هلأ مثال آخر مثال مثلا قراءة كتب أنا حطيت ببعلي هدف أنه أنا بدي أقرأ كتب هلأ بيكفي واضح أنه أقول أنا بدي أقرأ كتب لا هذا هدف واسع كتير أنه أنا بدي أقرأ كتب هذا شي واسع وممكن يكون صعب أنه حققه أما لما أجي حطه كهدف محدد سمارت قول أريد قراءة المزيد من الكتب خارج المنهاج الدراسي فأنا حددت شو نوع الكتب سأقرأ ثلاث كتب خلال هذا الفصل حددت أنه أنا معي هذا الفصل رح أقرأ فيه ثلاث كتب هيك نهاية الفصل الدراسي بحثاً قيم وقيس هل أنا قرأت ثلاث كتب ولا لا هل أنا حققت الهدف ولا لا بعدين رح أقول سأخصص ثلاثين دقيقة يومياً للقراءة ثلاثين دقيقة هي رح خصصها للقراءة صار قابل للتحقيق صار الهدف أقرب للتحقيق قابل للتحقيق أنه أنا أقرأ يومياً ثلاثين دقيقة هاتفين مالو مستحيل بالعكس بعدين لازم يكون هدفي يتماشى مع أولوياتي الأخرى مثلاً قراءة الكتب عندي هدفي الثانوي من قراءة الكتب أنه أنا بدي حسن مهاراتي بالتحليل والنقد الأدبي ووسع معرفتي بمجالات أخرى أو أنه زيد من مهاراتي الكتابية وغيره محدد بوقت سأنهي قراءة الكتاب الأول خلال شهر أنا حطيت هدف يعني محدد جداً لقراءة الكتب أنه أنا عندي كتاب بدي أنهي خلال شهر تمام؟ إذا واضح مع المثال شو يعني؟ هدف محدد يعني تتفاعله حتى تأكد أنه الفكرة وصلت صحيح سأرجع أعرض لكم الأسطلة وأطلب منكم أنه أنتوا تحددوا هلأ هدف محدد ممكن يكون له علاقة بالقراءة ممكن يكون له علاقة بمادة ماب برياستكم مثلاً لرياضيات أو غيره ممكن يكون له علاقة بتحسين النوم فحأطيكم شوية وقت قبل ما نبدأ فكروا بهدف تسألوا حالكم أنا كيف بدي قيم نجاحي شو الخطوة اللي رح أتخذها كيف بيتماشى مع أولوياتي وما هو الموعد النهائي لتحقيق الهدف يعني شيء مشابه لهذا المثال مثلاً لو أنا بدي حط مثال أو هدف أنه أنا بدي حسن النوم أنا بدي حسن النوم عندي ماذا أريد أن أحقق أريد تحسين جودة يومي تمام السؤال أنه بنا نحط هدف محدد طيب خلالي نتعبع ماذا أريد أن أحقق بالضبط أريد تحسين جودة النوم قابل للقياس مثلاً سأنام سبع ساعات على الأقل كل يوم كمام؟ هاك فين يقص سبع ساعات طبعاً قابل للتحقيق شو هي الخطوات والإجراءات اللي حاتخذها مثلاً سأتبعي روتين سأتبعي روتين أنه كل يوم نعم بنفس الوقت وتجنب الشاشات قبل النوم مرتبط كيف مرتبط؟ كيف يتماشي مع أولويات الأخرى؟ طبعاً مثل ما بنعرف أنه تحسين النوم بيحسن من يعني سأحسن جودة النوم بيحسن من تركيزنا وإنتاجيتنا خلال يومنا محدد بوقت سأحافظ مثلاً على روتين النوم لمدة سبع ساعات يومياً يحافظ علينا هذا الروتين لمدة شهر طيب يلا نشوف شو حضرتولنا أهداف طيب هدف ريم خلال شهرين تحسين قراءتي باللغة الإنجليزية وأقدر بلش أعتمد على نفسي في الترجمة طيب حلو كتير يا ريم أنتي هيك حددت لنا يعني استخدمتي الخاصية الأولى إنه هو محدد ماذا أريد أن أحقق بالضبط؟ تحسين قراءتي باللغة الإنجليزية وأيضاً حطيتي محدد خاصية محدد بوقت محدد بوقت حطيتي هدف أنه خلال شهرين طيب كيف في مرتبة؟ قابل للقياس أنت شو رح تعملي؟ أنت شو رح تعملي؟ مثلاً رح تقولي أنه نعم ريم أول شي قالت لنا أنه هدف المحدد أنه هي تريد تحسين قراءتها باللغة الإنجليزية قابل للقياس بس هي لازم تحط معيار أو مؤشر لحتى تقيم فيه هي لأي درجة حققت من هذا الهدف فهي لازم تقول مثلاً سأخضع لإحتبار في القراءة للغة الإنجليزية أو ممكن تحط مؤشر إنه هي ستقرأ عدد من الكلمات أو من النصوص بقدر معين من الزمن فهي عندها معيار بدها توصل لهذا الهدف إنه تقرأ نص طويل مثلاً من 100 جملة خلال ما بعرف قداش ممكن يكون الوقت ثواني أو دقائق عرفتوا كيف يكون قابل للقياس إنه هي تقدر تقيم هي كيف أعم تقدر يعني تتحقق هذا الهدف قابل للتحقيق شو رحت عملية ريم شو الخطوة اللي رحت التخزية مثلاً سأقوم بالتدريب على قراءة اللغة الإنجليزية لمدة لعتين دقيقة كل يوم مرتبط ممكن يكون أريد تحسين أيوة أنت حاططي حتى أعتمد على نفسي في الترجمة أريد أن أعدمد على نفسي في الترجمة فهو مرتبط هدف مرتبط محدد بوقت كمان إلتينه خلال شهرين نشوف كمان شو عنا أريد أن أنتهي من وحدة كل أسبوع تمام يا عريش بس أنت ما حددت لنا وحدة من شو شو المادة كيف رح أتقيسي أنه أنت أنهاتي هاي الوحدة ولا لا يفتكيف البقاء متحمسة ومثابرة والتعلوم من الفشل الزميل والعاكن ليس هدف محدد يا عائشة أريد تحسين دراستي وأنمي مهاراتي وأتعلم مهارات جديدة تمام تمام يا عبتول بس نحن هيك أهداف من قولها بشكل واسع فنحن بحاجة أنه نحط له هدف محدد نحط له نحط ضمن قالب أنه يكون هدفنا محدد قابل للقياس قابل للتحقيق مرتبط محدد بوقت طيب أنا بدي حقق أنه اترك الجوال وادرس لمدة 6 ساعات مع فترة دراسة لمدة 45 دقيقة وربع ساعة استراحة حلو كتير يا حياة يعني بعض التعديلات بصير ممتاز شكرا أنا بس رح أميز الأهداف المحددة اللي عنا أريد تحسين حفظي بالقرآن سأحفظ كل أسبوع صفحتين للقرآن ممتاز عنا هدف محدد قابل للقياس بعد كل عفوا كل أسبوع صفحتين تماما عنا نهاية كل أسبوع رح تقدر تقيصها أنت حفظت الصفحتين أم لا ممتاز قابل للتحقيق شو هي الخطوة أنه أنت بدأت بالحفظ هاي خطوة قابل للتحقيق مرتبط بالهدف الأسمة لازم تحدد وقت مثلا تقول سأختم مثلا جزء واحد خلال شهر هيك فأنت نهاية الشهر رح تشوف هل أنت يمان ممكن تكون شاب أو بنات ما عندي فكرة أنت أو أنت تكونوا حققتوا هذا الهدف أم لا شكرا يمان حلو كتير ومواضيع قصص ثلاثة أخذ ثلاثين دقيقة يوميا لحضور درس قواعد لتحصيل لغة الإنجليزية أنتزم على روتين اليومي والبعد عن الملهيات نهاية الأسبوع أو شهر أو البصل ممتاز يا فاطمة رائع جدا هدف محدد رائع إن شاء الله يا بيان حفز الجزء من القرآن المدة شهر حطينا الهدف المحدد أن أحفز الجزء مع الإتقان ممكن نعم قابل للتحقيق كل يوم أحفز بساعة مشتبطة بساعة مشتبط أجعل له وقت مخصص لا يتطارق مع أولوية أخرى محدد بوقت الساعة الثانية مثلا لا محدد بوقت يعني لو وقت معين رح خلص أنت حطي تحفز جزء فأيمز للمدة شهرين لمدة شهر هذا هو المحدد بوقت تمام المحدد بوقت هو الموعد النهائي مثلا كيف رح ننجح بالبكالوريا هذا هدف محدد رح نرى نتيجة الفصل الأول هذا القياس نجح أكيد قابل للتحقيق بإذن الله بداية بنهاية الفصل وبعد الامتحان إن شاء الله رح نحقق هذا الهدف إن شاء الله يا مريا ولكن بحاجة بعض التعديلات حتى نحن ناخد إجراء شو هي الخطوات قابل للتحقيق أكيد بس نحن شو الخطوات أو الإجراء حتى نكون قابل للتحقيق أريد أن أنتهي من قواعد العربية كاملة الآن 15 يوم خلال 15 يوم دراسة يومية ساعة كاملة نعم حلو تابعها كل يوم لا تجاهلها نحافظ عليها لمدة شهر جميل ممتاز محدد نجاح هذه السنة قابل للقياس معايير وقيم بها نفسي تماما يا لؤي تفحص الدراسة التي تم تخطيها كل شهر قابل للتحقيق تحديد جدول دراسة هاي الأجراء ممتاز مرتبط الأولوية القصوى تماما لغة النهائي الشهر السنة ممتاز لؤي كامل عنا عبد الرحيم أريد أن أطور لغتي الإنجليزية سأقرأ بعض الكتب والقصص سأخصص كل يوم لمدة 30 دقيقة للقراءة سأنتهي من خلال شهرين جميل عبد الرحمن ممتاز عنا بحاجة قياس معايير شو المؤشر ما حضرت لنا شو المؤشر أحيانا ممكن يكون مؤشر هو يعني الشهرين يعني خلال شهرين رح ترجع تشوف أنت كم كتاب قرأت فحتى يكون يعني متطابق مع المعايير أنك أنت تحدد عدد معين من الكتب أو القصص تكملت كتابة الجواية قابل للقياس الاستعانة بكاتب قابل للتحقيق تخصيص 2 ساعة للكتابة وتكون في فترة رجاحة مرتبط رجاحة نفسية محدد بوقت خلال 15 شهر جميل جدا 13 ربيعان بالتوفيق يا فاطمة محدد سألخز سأخلص سأنتهي من الوحدة الثانية من العلوم قابل للقياس سأنهي خلال الأسبوع القادم جميل قابل للتحقيق سأدرس ساعتين تخلص من المتراكم جميل محدد بوقت سأنهي الوحدة يوم الخميس الجاي مع أنه رحت عليه نسبة الجلسة ممتاز رائع عمليم حلو كتير مرتبط أنه كيف يتماش مع أولولاتك الثانية أنه دراسة العلوم أريد أن النجاح ما باعي أنت تاسع أو بيكالوريا النجاح أو تفوق في البيكالوريا أو التاسع سأحسنين مهارات في الإصغاء طيب حلو كتير هذا هدف محدد ولكن إحنا بحاجة أنه يكون قابل للقياس قابل للتحقيق مرتبط محدد بوقت المدريسة يكون ملتزمية فيها بوقت محدد في الحصص وفيه فترات استريحة بيكالحستين وهذا يساعد على عدم الملل والاستمتاع بالدروس وما نسى أن تزارج استريلين بعض الحصصات حصصات أنسى نقول حصصتها المشاركة أننا نعطي استريح مو مع الأسف نحن مع النجاري أصف جلساتنا مو ممتاز طويلة طيب سأحسن دراستي في مادة الرياضيات بنسبة 85% خلال شهر جميل سأدرس في كل يوم 3 ساعات سأنهي الفصل الأول في شهر في كل يوم درس مع حل تمارين خارجية في كل شهر سأقارن نفسي بالشهر الذي قبله في كل يوم سأحل أسئلة دورات لدرسة ممتاز والوقت المحدد هو الفصل ممتاز بشراء لحظك العافية أنا بعض المشاركات كمان فاطمة أريد أن أحسن نفسي في مادة الرياضيات سيكون بدايتا في الدرس الأول خلال ساعتين في اليوم بعد انتهاء آمال المنزلية خلال أسبوع جميل بحاجة بعض التعديلات ممتاز كبداية حفظ مادة التاريخ والاهتمام ولوقتي المحدد وستحفظ وحدة كاملة خلالها ثلاث أيام وأيضا أن أعود إلى الدراسة أول بأول بعد أنه هني حفظ الترقمات ممتاز يا بيان بعض التعديلات أحتاج بقد فرح أريد أن أتعلم الرسم يوم واحد في الأسبوع ساعة في كل يوم أريد تحسين مهارتي في الرسم والتخطيط والخط العربي سأتحسن في أول شهرين إن شاء الله ممتاز جدا رائع فرح ممتاز قراءة الكتب ساعة كل يوم أو ساعة أو ثلاثة لا نحن 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 نحدد ساعة أو ساعة أو ثلاثة تحسين لغتي العربية جميلة وأيضا اكتساب المفردات من أجل كتابات في الأسل سأكون قراءة خمسين كتابا أو أكثر ممتاز رائع ولكن بحاجة معيار قابل للقياس اعتماد عن نفس لتحقق أحلامنا حلو ولكن أين الهدف المحدد تحديد الهدف يكون واقعي استطيع إنهاء مهام الإنجاز اليومية ممتاز سأتداجيب على تدريب قياءة وترجمة اللغة الإنجليزية محدد ونشوف عن المشاركة الأخيرة من يا ماما محدد أريد تحقيق الشهادة الثانوية السنة قابل للقياس حل أو رقاما لكل درس قابل للتحقيق تنظيم مقت محدد لكل مادة مجتبط بأولويات المدرسة أو عفواً أولويات المنزل ولكن كيف مرتبط بأولويات المنزل يا يا ماما محاق محدد بوقت نهاية الهامبراسة رائعها ممتاز بس مرتبط بالتحديد كبداية أبدعته اللي أعطيكم ألف عفية جميل جدا رح نرجع بس للمثال وبعدها رح نتابع مثل ما حكينا محدد أنه أنا حدد مثلا رح أقرأ كتب شلو شلو على الكتب اللي رح أقرأي هي خارج المهج الدراسي أنا حددت الهدف قابل للقياس سأقرأ ثلاث كتب خلال هذا الفصل بالتالي نهاية الفصل رح أرجع وعد كم كتاب قرأت قرأت ثلاثة ممتاز أنا حققت الهدف قابل للتحقيق كيف أنا رح أحقق هذا الهدف أنه أقرأ ثلاث كتب سأخصص ثلاثين دقيقة يوميا للقراءة مرتبط أنا رح أقرأ كتب تمام بس عندي هدف ثانوي هاد قراءة الكتب شو الهدف الأسمى منه يعني شو الهدف الأولوي اللي رح توصلني لها أنه رح أسمها راتب التحليل أو النقد الأدبي محدد بوقت أي مترح انتهي الموعد النهائي سأنهي قراءة الكتاب الأول خلال شهر بتمنى أنه الجميع يحاول مرة تانية كمان يحط هدف محدد يشتغل على موضوع تحديد هدف سمارت لأنه بتساعدنا كتير أنه يعني هاي المعايير بتساعدنا على أنه نحقق عن جد هدافنا لما نحن نقول أنا بدي أقرأ كتب فهو الشي جدا واسع أما لما أقول أنا بدي أقرأ كتب بمعدل 30 دقيقة يوميا بمعدد ثلاث كتب خلال فصل أو خلال شهر فهو بصدر عنا متابعة أكتر ضي وهلأ بعد ما حكينا عن هداف سمارت رحنا ننطلق برحلة التخطيط مرحلة التخطيط لإدارة الوقت مرحلة التخطيط لإدارة الوقت فيها كتير يعني تفاصيل نحن لازم نعطيها عين الاعتبار وأهم شغلتين وقطتين مهمين وهي تحليل الوقت واحد تحليل الأنشطة اليومية واثنين تحديد أوقات الزروة تحليل الأنشطة اليومية وهي أنه نحن نحط جدول تمام مقسم على 24 ساعة كل ساعة نحن نكتب فيه شو كرأ شو عملنا شو ساوينا مثلا الساعة 7 والساعة 8 من الساعة 7 للساعة 8 ورشة إدارة الوقت بفعالية من الساعة التسعة للساعة 10 قراءة كتب بعدين من الجي الصبح من الساعة للساعة 10 فطور من الساعة 10 للساعة 10 عمل وهيك نحن نكتب بالتفصيل كتابة ندوم بالتفصيل كل شيء عم نعمله ساعة بساعة طيب ليش لأن هيك منكون نحن حددنا وجاوبنا على سؤال وين عم يضيع وقتي كتير منعاني من أنه 24 ساعة ما متكفيني ووقتي عم يضيع ما بعرف وين فنحن إذا عن جد بدنا نعرف نعمل الجدول 24 ساعة ونحلل فيه نحن شو عم نعمل للأنشطة اليومية وعندنا تحديد أوقات الذروة من فهم أوقات الذروة هي أوقات أو الفتريات اللي منشعر فيها أنه نحن بقمة نشاطنا العقلي والبدني بيكون فيها تركيزنا بمستوى عالي ويكون عنا فعالية بتختلف أوقات الذروة من شخص الآخر بعض الأشخاص بيكون بيكون بأفضل حالاتهم صباحا والبعض الآخر بيكون أكثر إنتاجية في المساء مثلا كتجربة شخصية أوقات الذروة بالنسبة لي هي الصباح صباح الباكر ومساء مثلا مساءة خمسة وما بعد بالنسبة أحد الأشخاص سألته أما قلت لي بعد مثلا بعد أداء الصلوات الفرد فهي بعد ما تصلي بتحس أنه هي بيبقى على مستوى الإنتاجية فكل شخص عنده أوقات هو بتكون طاقته أو تركيزه بيكون عالي فراقب نشاطك كيف أنا بدي راقب نشاطي أنه نحن نرسم جدول خاص فينا على هذا المبدأ فيه فترات زمنية تمام؟ نستمع على فترات زمنية بهذا المبدأ ونهاية كل فترة منسجل مستوى تركيزنا ونشاطنا عالي متوسط منخفض مثلا هذا المثال من الساعة السابعة صباحا للتاسعة كان مستوى الطاقة عالي المهمة اللي قمت فيها كان دراسة رياضيات كنت بتركيز ممتاز أما مثلا الساعة 11 للوحدة الظهر كان مستوى الطاقة منخفض لهيك احتجت الاستراحة وشعرت بالتعب المساء مثلا الوحدة اللي تلعت للعصر كان مستوى الطاقة متوسط حضرت بعد التقارير كان تركيزي متوسط بعد ما نحن نعمل جدول ونراقب نشاطنا فينا نفكر انه انا بأي فترات من اليوم انجزت على اكبر عدد من المهام بأي فترات حسد انه انا عم بعمل بكفاءة وسرعة اكبر اذا كان اجابتي مثلا الفترات الصباح فمعناها انا بهي الفترات طبعا مع مراقبة يوم يومين سبوع سبوعين هيدا مراقبة مستمجة رح نلاحظ انه بهي الاوقات مثلا عندي مستوى الطاقة عالية فبالتالي رح استفيد من هاي الوقت واستغله بان اشتغل فيه المهام اللي بتطلب مني تركيز عالي اي اوقات انا حسيت اني بحاجة الاسترياحة مثلا اغلبنا اوقات الظهر او ما بعد الغداء منحس ان احنا بحاجة استرياحة فهي الاوقات يفضل انه نعمل فيها المهام اللي ما بتحتاج كتير تركيز عرفت ليش نحنا منستفيد او ليش مهم انه نراقب اوقات الظروة عنا لان بناء على هي الاسئلة منحسن نحدد اوقات الظروة ونستخدمها بالمهام الاكثر تعقيدة او اهمية اذا اكتشاف اوقات الظروة يعتبر جزء الاساسي من عملية ادارة الوقت بساعدنا ان نستغل فترات اليوم اللي منكون فيها بتركيز عالي شو رح نعمل متل ما اتفقنا رح نرسم جدول ونقسم على فترات زمنية نهاية كل فترة من سجل كيف كان مستوى تركيزي ونشاطي عالي متوسط منخفض بعد اسبوع المهام الاهم والاكثر تعقيدا طبعا فيه نصائح بتساعدنا لحتى نحن نحسن اوقات الظروة عنها مثلا النوم الجيد كلنا بنعرف انه من العوامل الرئيسية هي النوم بتأثر بشكل كبير على مستويات الطاقة والاستراحات المنتظمة حتى نجنب الارهاقات فيه تقنيات رح نحكي عنا بالجلسة القادمة ان شاء الله تساعدنا لحتى نحصل على استراحات يعني منتظمة خلال عملنا وايضا الغذاء الصحي من النصائح المهمة اللي بتحسن من اوقات الظروة لدينا فالمهمة المطلوبة منكم انه تحللوا الوقت الخاص فيكم تحددوا شو مضيعات الوقت وتحاولوا تتعاملوا معه بطريقة فعالة واثنين انكم تحددوا وقوموا بإعداد جلد والتتبع خاص فيكم وتكتشفوا اوقات الظروة لحتى نقدر بالجلسة القادمة بعد ما نتعرف على كيف نحن نحدد اولوياتنا كيف نعمل خطة يومية وخطة اسبوعية بحياتنا بشكل عملي تقدر تستغلوا هاي الاوقات وبحب اذكركم بهي نصيحة ما نقصت ساعة من ذهرك الا بقطعتين من عملك فحلونا دائما عم نقدر قيمة الوقت ونستغله بافضل ما يكون وهيك بتكون تهجلستنا لليوم بتمنى ما كنت كترت عليكم ما تقلت عليكم كانت جلست مفيدة للكم يمكن تحسوا انه هاي شوي نظرية اليوم بس يعني يفترض نعرف هاي المفاهيم ويكون عنا اطلاع على الاهداف السمارت كيف نتعامل معه وكيف نتعامل مع وقال الذروة الخاصة فينا وان شاء الله جلسة القارمة رح نحكي بشكل عملي تطبيقي كيف ننظم وقتنا كيف نستخدم تقنيات تساعدنا بشكل العملي بحياتنا الله يعطيكم الف عافية يا رب شكرا كتير لحسن استماعكم ولتفاعلكم ونشاطكم شكرا كتير لأيكم الله يعطيكم العافية وشكرا كتير أنسا نور العبو شكرا إليك والله يعطيك الف عافية أنا شخصيا استفدت من المعلومة الحمد لله كل التوفيق يا رب الجميل ممكن نشوف إذا في حدا عنده سؤال عبد الرزاق عبد الكاف السلام عليكم وعليكم السلام أنا سيهر في أمر أنا حتى ونظمت وقتي لو كتبت جدول على سبيل المثال وبشرت فيه فبعد فترة رح يصير عندي فتور بالوقت يعني على سبيل المثال أنا لو حطيت عندي برنامج أنه بعد فجر عندي نصف ساعة أو ساعة دراسي فتبعت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم بعدين رح يصير فتور ورح يصير عندي أنه شلون يعني أنه خلص يعني مثلا اليوم ما عندي مثلا معلومات فبدنا أحيان مثلا بيكونوا الوحية ما عنده كتير أوقات مثلا أن يوم خميس وتجمع عنا عطلي فمثلا يوم يوم التجمع نفوف خاص خلينينا فتاني يوم يصير نفسه شو بتعوده أنه خاص أنه أنت برنامج اليوم رياحة ونوم وكذا وهيك فما من لاقع حالنا إلا أنه صار عندنا تراكم كبير والوقت صار يضيع منا بشكل غير طبيعي ونحن منح السنين على الأمر وتاني أمر نحن يعني مثلا أنا كنت في البيت وصار عندي مثلا أمور فاستخربت عندي برنامج فشتون بدي أدارك أنا هذا الأمر أنا وقت مثلا عندي صار شغل يوم يومين ثلاثة أربعة صار عندي شغل بوقت معين فيهو الوقت اللي أنا حط في البرنامج أنهو عندي دراسي كذا وكذا فصار أن تراكم واختل البرنامج عندي شتون أنا بدي أدارك هذا الأمر وشتون بدي أنه حافظ على البرنامج نفسهم تمام هلأ أول نقطة بالنسبة للالتزام إذا بتحبوا الأشخاص اللي عن جد هنا حابين أنهو يلتزموا لمدة 21 يوم لحتى تنتقل لأنه تكون يعني عادة ومهارة عنكم نحن ممكن نتعبع مع بعض تمام هيك نحفز بعض ومزاعد بعض على التمرير وأنتو يعني هات جهاد كنت أعتبروا الجهاد النفس أصعب جهاد فتكون كتير تحاولوا تكون ما تستسلموا بتكون بالنسبة ل مثل ما قلت عم تصير أوقات يعني بتمرع علينا أوقات وتغربت جدولنا فنحن لازم نعرف شو أولوياتنا حتى نقدر نتعلك فأول نقطة أنه أنا كتير حابة أنه نحن نعمل مع بعض التحدي نستمر فيه 21 يوم بالالتزام تمام فإذا أنتو عنكن هاي الرغبة ممكن نعمل هات الشي أنا سيت تماما مشكلة بس مشكلة أحيانا الواحد تطرق عليه ظروف وبيضطر أنه يعمل يعني مو تعدل على برنامج فبيضطر أنه يعمل يعني انقسام في البرنامج أنت رأي شو أفهمني وهذا الشي يعني خارج إرادتنا عم يكون أكيد لما عم يصير معك هذا الموقف عم يكون خارج إرادتك فنحن من نهاية كلنا بشر ونرجع معين نحن بشر بتصير معنا هنا صروف فنحن نكون مرينين هاي الأشياء اللي كنا حطينا بجدولنا نرجع نشوف شو المهم الأولويات المهمة وشو الأوقات المتاحة التاملة لحتى نقدر نعود مراتك رعافي أنسي بس في نقطة أخيرة هو شو أنا بدي حط البرنامج عندي شو شلون بدي حط برنامج لهو أنه برنامج مكثف ولهو برنامج أنه خفيف جدا بدي حط برنامج و بنفس الوقت أنه هو رعي الأوقات اللي عندي والظروف اللي عندي أول نقطة ثاني نقطة شو هي الأوقات الأفضل أفضل أوقات للدراسي حسب ما نتوقنا منتناقش أنه هو أفضل أوقات دراسي أنه هو قبل النوم بنصف ساعة وبعد النوم في نصف ساعة قبل النوم مباشرة بنصف ساعة وبعد النوم مباشرة بنصف ساعة هاي أفضل أوقات لتسبيت المعلومة وللحفظ فهي هاي الأوقات صحيحة وأزا فيه أوقات غيرة على أول تتسكرين إيها يعني بعد أزني بالنسبة للأوقات مثل ما حكينا هاي بيرجع لكل شخص فيه أشخاص مثل ما حكيت بيكون الصبح والمساء فيه أشخاص لا بيكون بالنهار فيه أشخاص بعد الصلاة بيكون بأهل تركيزهم فهذا الشي بيرجع إليك أنت بدك تراقب نفسك أمد عم تكون أنت بتركيز عالي عم تركز بشكل فعلي بالمهام اللي عندك بدراستك عم يتركز المعلومات عندك فبدك تراقب نشاطك وتركيزك أوقات الذروة اللي كنا عم نحكي عنا تمام حاول أنه هذا الأسبوع أو ليوم الجمعة أنك تراقب نفسك أي أوقات عم تكون فيها بتركيز عالي ممكن تذكر لش النقطة الثانية اللي حكيت عنا النقطة الثانية إنه شو بدي حط برنامج أنا له مكسف ولاه برنامج شو منه خفيف تمام الأسبوع القادم رح نحكي عن طريقين استراتيجيتين نحنا نحط أهدافنا اليومية في عندنا طريقة 1-3-5 وفي عندنا الطريقة التانية استراتيجية التانية هي 3 الأولى 1-3-5 نحنا نشرح أكثر بالجلس القادمة إنه نحنا نحط هدف واحد رئيسي ثلاث أهداف متوسطة وخمس أهداف إذا ضل معنا وقت تمام نحنا نفصل أكثر بالجلس القادمة والستراتيجية التانية إنه نحنا نحط بس ثلاث أهداف ما نكتر تكون يعني وسط ثلاث أهداف فقط أساسية لازم قوم فيهم اليوم إن شاء الله يعني داقوة قطيء ومحسن تنام قبل ما نام لازم لازم ساوي هاي المهم فنحن عنا هدول استراتيجيتين رح نتعمق فيهم أكتر ونشوف أمت لحنا نستخدم واحد ثلاثة خمسة وأمت لازم نستخدم الثلاثة تمام الله حتيك العافية الله يعافيكم يا رو كيف تحبك أنسي؟ أهلين نعمة يا أنسي هلأ أنا عندي مشكلة إنه أشو بالليل أنا أحب أحفظه أدرسه أكتب يعني بالليل ما أحب أعمل شيء بالنهار فبكتبوا هاي إنه بكتب بيضل كام شغلي بأجلوا للصبح بيجي الصبح يعني ما بقدير قوم بحس الساعة خمسة برجع ما بقوم برجع بنام برجع بحس الساعة خلاص ما يعني ما بحس نقوم أبدا لحتى يصير وقت للمدرسة تمام ما عب أعرف كيف حالي المشكلة طيب بعد المدرسة بعد ما أرجعت شو عم يضل معك وقت هلا أنا بالمدرسة ما عب نصرف للوحدي بعد المدرسة للوحدي أوقات دوام مسارات وحدي أوقات بيكون تنتين عند بيكون دوام التنتين بلوك باكل بستريح وهيكي وبعدين بأخوا مسارات يعني بضل الساعة ستة هيك يعني بعدين بيجي من الساعة من الساعة ورا هوني بدرس وبحفظي أنا ما عب أقدر أدرس غير المسار طيب معناها أنت بحاجة تتحدد وقت تتحدد الهدف اللي بدك تقوم فيه أو المهمة اللي بدك تقوم فيه المسار يعني أنت بالنسبة إليك شايفة أنه بس الوساء المسار عم يقوم معك وقت للدراسة ممكن الصباح إذا قدرت تدفيق أبكر تحط المهام الأقل أولوية تمام بس خلي الأولوية الأكتر اللي هي الأهم بالنسبة إليك بالنسبة لأولوياتك تكون المسار وتحددي لوقت مثلا أنا من الساعة عشرة لساعة 12 لازم أنهي المادة كذا بحل تمارين هل قد هل قد تمام هلا أنا عندي بحدد بحط برنامج مثلا أنا منزلي تطبيق بحدد عليه برنامج وبمشي عليه بس أشو يعني عبجة متأخرة عليه لأنني تو يعني المسار عب أحفظ عب أكتب المسار وبحفظ وبيضل مثلا علي شغلي شغلتين خليون للصبح والصبح ما بأتير فيه ما هيك عندي بشكل يعني معنى عبدك يعني تستغني من ساعات النوم شوي حتى تأنهي المهمة تماما بس أنت شايفة ما عم تقدري تأنجزي الصبح هلا أنا عب بقدير يعني عب نام عب بكير يعني دوبة يعني دوبة بسهر لك تسعة ما بسهر أكثر من هيك واشو بسهر بسهر يعني عدي راسة هذا الشي بيرجع لإلك وأنت بدك تجاهدي نفسك تحددي يا بدك تأخر شوي بالنوم لحتى تأنهي المهام اللي عندك يا أما تكوني أقوى من النوم وتفقي بكير إن شاء الله مثل اليوم بارحة كتبت كل شي علي وخلصت وخليت عبنا للصبح براجع مذاك يعني بحفظ مذاكرة رياضية هي حفظة أنت أنا فأبل وفهم أنت هي مذاكرة شفاهي بدي راجع الصبح كمان فقت ساعة خمسة في الساعة تستمع حسن تقوم أنا وريح على المدرسة حتى راجعت لازم تكوني أقوى من التسويف إن شاء الله يعطيك العافية الله يعافيكم شو رأيك أنت أنسى نور حكي روما مشكلة تسويف يعني هي عند خيارين يقما رح تفيق بكير وتدرس في النعم التام من التسعة يعني ست ساعات وثوين ساعات كافية مثلا إذا فقت بالخمسة وبالستة لوقت المدرسة فيها تدرس بين فقتها لوقت روحتها المدرسة أو لما تقوم يعني على صلاة الصبح ممكن يعني جاهدي نفسك وما ترجع تنامي وهي فترة كتير كتير مفيدة للدراسة يا أما يعني ما تنامي بالتسعة أجلية شوية أقل العشرة إذا عشر هي كمان فترة ممكن تدرس فيها تماما يعني يعني الفكرة كلها بضبط ذاتنا في أنه نسبة على الهدف الذي يحطينه قدامنا والمهم بين الذي قدامنا بالضبط يعني حتى إذا إذا الوقت بدل يعني سات الحديث صارت يعني التغأس بشي اسمه إدارة وقت صار إدارة النفس إدارة الذات مهم اكي اسمع من زينة المعي كما يا زينة وعليكم السلام أهلا زينة أنا بالنسبة للأوقات اللي بحب هي يعني بعض صلاة الفجر مهم الساعة إذا مطهر ساعة أربعة العصر للساعة يك تماني 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 هود أحسن أوقات أنا بحب أدرس ما بحب أصار ولا بحب أني تقل على الحال وفيك بكير كتير كتير مثلا من الساعة ثلاثة أوشين الحمد لله الأوقات الثلاثين هلق مو متوفرت مو متوفرت عندي ليش بسبب العمل ساعة مع الأسف أن حياتنا صارت ضغط فبدنا نحاول نتعامل معها بمرونة أكثر بصدر لحب أكثر أنا هلق صار لي شهر ونص بعد مسارات ولهلق ما فتحت كتاب وقرأت وإذا شهر ونص كمان بنصير بالشهر الأول بدي يكون رأي علي طول دراسة طيب حاولي أن تستغلي أوقات طريق أوقات مثلا زلائتي وقت فارغ أثناء عملك استغلي لدراسة صحيح أنا بالنسبة لإدارة الوقت والله العظيم أحيانا بكتب وخطط بس ما أعرف كيف يعني بحس أنه بأجي أدرس مهمتين ثلاثة أربعة تطلع لك شغلي من هون تطلع لك شغلي من هون ما أقول يلا بعد شوي يجي بعد شوي من عدل الملهيات الباقي يعني مثل ما تأخذي استراحة تنامي تعيري وقت معين للنوم بعد أن تفيقي تقوم بالمهام تكون تنشط أكتر تقوم بالمهام اللي عليك دراسة بعد أن تكفي نومك لوقت شغلك جرب يعني فأنا حاولوا تلاقوا الوقت اللي بيكون أنسب للكم أنسب لوقتكم لمهامكم التزاماتكم آنسة نور من مين رح نسمع ممكن نسمع من لواء رح أغض شكل عشواء السلام عليكم وعليكم السلام أنا مشكلتي أنه إذا التزم في جدول وتنظيم أتبس تنظيم أتصار روتين وبس صار روتين صار روتين ومل دقري أنا بمل ما رح سنلتزم في جدول طووي شو الحل لها المشكلة طيب لش حكمت على أنه روتين روتين يا إنسان ما بحب مثلا قيد حاري ساعات ممكن تعمل جدول متنوع يعني ما تحدد نفس المهام يعني نفس الأوقات ممكن تأخذ أوقات تانية أو تغير الترتيب بين المهام أكيد هناك مهام نحن منزمي فيها بوقت معين مثلا جلسات الأسبوعية فهي وقت ثابت أجباري هاي روتين تمام لكن مثلا أنه أنت تدرس وهذا الشي في تنموعهم بالموضوع أو أنه أنت تطور مهاري عندك مثلا تقرر هذا الوقت من هذه نصف ساعة مثلا رح أقرأ فيه فهذا مو روتين أنا برأي شو رأيك لأ ويمكن الفكرة فكرة أنه بيطيدنا نوعا ما فيه تقييد بس نحن بحاجة هاي القيود بالصراحة لحتى نقدر نأنجز يعني عم حاول يسمع سوى قطة شي شوي كنت عم قول أنه نحن أحيانا بحاجة القيود لحتى نقدر نأنجز فالروتين ممكن يكون مومل بس أنت حاول تنوع يعني مو يوميا تحط دراسة رياضيات بنفس الوقت حاول تغير طيب لو أي رح نحكي بالسبوع القادم لكان عن نفس المشكلة بركب عن نفس النقطة بركب أنت عندك أوضح أو بعض الأشخاص يستفيدون من هاي النقطة طيب نسمع من استرعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أهلا بيان هلق أنسي بدي أسألك أنه أنا مثلا أنه هلق عندي أوقات فهراغ كتير كبيرة فبجي أنه بدي أفتح لكتاب أنه بقري بالكتاب كلمتين ثلاثة فبحط على جنب أنه ما بحسن أقرأ فيه ومسلا بيجي عند الليل فأنا موعد نومي ساعة ساعة ومص الكترة العشرة فأنا بهالأوقات بحسن أنه كمان أحفظ أنه عبأجل كل ما عبأجل أنه صار عليه تلاكمات كتير كتير عمت أجلي تمام جربة أنك أنت عندك مشكلة بالبدايات أول شي حكيت أنه عم تبدأي شوي وتتركي صح صح يا أنسي تمام جربة أنه تضبطي حالك لمدة عشر دقائق تمام بعدين تقومي تاخدي هكي جولة بالبيت بالمكان وترجع تكملي وتحطي هدف أنه أنا ما رح نام اليوم لحتى حل عشرين تمرين كذا من مادة مثلا رياضيات من هذا الدرس ما رح نام تتحدي حالك عرفتي تتحدي حالك وحفزي حالك أنه أنا إذا انهيت مثلا هاد العشرين تمرين بكرة رحها مثلا ما بعرف أنت شو بتحبي رحأخذ مثلا استرياحة ممكن إذا نجزت شيء شيء كبير مثلا عدد مهام كبيرة تعطي نفسك يوم استرياحة يوم كامل رفتي تحدي تحدي وتحدي هدف محدد أنه أنا بدي أدرس رياضيات مثلا عدد تمارين كذا 30 تمارين لمدة ساعة أدرس أدرس كما أن أنه كمان أنه بحس حالة أنه لم أحفظ ني فحفظ حالة في المدرس كثير كثير أنه حفظ بجي على البيت تروح كلها التحفيظ أنه لا أحسن أحفظ بفتح الكتاب لا أركز فيه أبدا كأن مثلا وقت ما يكون شايل الكتاب يكون معي وقت يجي بقرب على الكتاب لا أحسن أن أركز فيه أبدا كيف يشتتك عيان يعني أنسي مثلا أنه طال هيك بخرة قصة أحسن أفتح أقرب الكتاب أو قرب على التلف أحسن أقرب على الكتاب فبعد عن الكتاب لا أحسن أقرب كنت أول شايف هم شايف هم وراء الأنسي كون أحفظ أنتم هلق يعني أركز مع الأنسي كثير بس لا أحسن أحفظ أبدا وما تركز المعلومة معي لأن أنت لم تضع دراستك بأولوية شايف شكرا شكرا وشكرا قلت لي قلت قولي أن تفتح التلف أو تقرأ قصة أهم هاي قلت كأن مو اي يا أنسي فأنت لازم ترتبي أولوياتك قراءة القصة رح تأجري خصصي لوقت مثلا هاي 30 دقيقة من يومك قبل النوم إذا أنت بتأنجزي 20 تمرين رح تقرأ 30 دقيقة قصة تمام حفظي نفسك بالقصة بالشي اللي بتحبي مثلا إذا أنت أنجزتي عدد معين من الدروس وحفظت رح تحفظي نفسك وانا تمسك التليفون لمدة ساعة قل حاولي يعني تلعبي على حالك هو فعليا نحن بحاجة نضحك أحيانا شوي على حالنا ونلعب معه شفتي شربي حاولي لهيك بدي أنه اليوم هلأ قنزلت التطبيق بدي أعمل عليه جدول وبيدي أمشى عليه إن شاء الله من بكرة الصبح وحاول جرب كل مرة حتى لو فشلت بدي أجرب أنه محاولة لا أبأس فيها تمام بكرة يحصي الصبح أبعط لك وذكرك اتفقنا تمام ماشي تمام إن شاء الله وخبرين ما يصير معك الله يعافيك فمثل ما حكيت حاولوا أنه تحفزوا حالكم بالأشياء اللي بتحبوه وتتحدوا حالكم أنه تخلصوا بشيء معين أنت عم تستصعبوه بأنكم يعني تعطوا حالكم التحفيز الشيء بتحبوه مريم زكريا أنسي أنا كمان هيك عندي مشكلة تنظيم الوقت هلق أنا بسمع القرآن كمان أوقات المساء أنا فرق عندي أنه الساعة 8 للساعة 10 فرغ بقعت لأدرس فيه ونفكر أنه عنده تسميع القرآن بروح تسميع القرآن بترك الدراسة يعني لا بسمع القرآن لا دراسة هيك معناها أنت بحاجة تحددي حددي وقت منشان تقدري تحقيق الاتنين أنت عندك دافع أنه تسمعي وتحفظي وعندك دافع أنك تدرسي بس أنت تشتتي بيناتهم فقسمي الوقت شوي لهون وشوي لهون مشان تقدري تأنجزي ايه أنسي أنا حددت أنه التزام فيه ساعة 7 صبح للتسعة دراسة وبعدين عنا شغل البيت وبعدين دراسة على منصف وبعدين الغداء وشوي تشغل بالبيت ودراسة إخواتي بيضل اللي أنا ساعتين دراسة مثلا أنه ساعة بدرس فيها وساعة بسمع القرآن تماما أنه يجبال لازم أكيد الله يفتح عليك يا رب ويوفقك بالقرآن وبدراستك وبحفظه الدراسة إن شاء الله بس أنه هيك أنا ما عم أقدر نظم بيناتهم لا عم أقدر أوقات ما عم أقدر التزيم لهيك تقنية تقسيم الوقت كتير مهمة أنه نحن نحدد وقت حتى بالدقيقة كمان أفضل أنه أنا من العشرة تماما للعشرة و30 دقيقة رح أدرس مادة معينة حتى حددي شو اللي رح تدرسي بالضبط رح سمع قرآن الجزء كذا الصفحات على تكذا إن شاء الله أنسي مادة معينة أني قعد أدرس فيه التزيم فيه أول يومين بعدين ما بقلت تزيم فيه نهائيا وصرت أجل 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 يعني مثلا اليوم بقول لح أدرس علوم بيجي بفتح الكتاب بقول خلاص بكرة بدرس وبنسك الجوال أو مثلا تجيني الشيء الهيني أو هاي ما بعرف بحاول أدرس كمان برجع بنسك الجوال بأجل لبكرة كتير صار هي مشكلة عندي بعرف موضوع ما له سهل بس نجد نحن بحاجة يعني نضبط نفسنا أكتر ونجاهد ونعرف أنه نحن بحاجة شو هلا أكيد نحن معنا بحاجة التليفون بقلر حاجتنا لأنه ندرس خصوصا نحن بفتح أنا عم أترك الجوال وأطفي النت من عنا بس برجع بفتح الجوال مثلا بتذكر أنه عندي كتابة الدرس لازم تعطي لحد من أهلك أهلا بعطي هون بس بتذكر أنه علي كتاب الدرس بجيب بكتب الدرس بخلص كتاب الدرس وفوت على اليوتيوب بعد بس فرش حلقة طيب في تقنية رح نحكي عن الجلسة الجاية هي عمل أو مهمة لقدت 25 دقيقة بعدين استراحة 5 دقائق فهي تقنية ممكن تفيد كم أكتر يعني شوي شوي تقدر تلتزم فيها أنا عملت أنه كل 45 دقيقة استراحة 10 دقيقة استفدت وقدرت ما بلحق يعني بس بعدين لا بلحق طبط الحلقة هيك 10 دقائق طب كما أزلكم نحن نجد بحاجة لأنه نضبط حالنا أكتر ونعرف أولوياتنا والشي اللي رح يفيدنا بشكل فعلي طيب ما شاء الله يزيكي الخير وإياكم والجلسة القادمة إن شاء الله رح نحكي عن تقنيات أكتر تساعدنا بأنه يعني نضبط حالنا ونضبط وقتنا أكثر تمام كونا معنا لحتى تستفيدوا رح نسمع المشاركة الأخيرة من سيدريا محمد فضلي سيدريا السلام عليكم وعليكم السلام والله والله الصراحة يا أنسا مشكلة كثير بتنظيم وقتك ما عرفت نظم معي ولا بأي شكل من أية ناحية من ناحية التزامات وبيت وولاد سيدريا وأنا عندي كمان انقطاعي صلي من 2015 الله يقويك يا عرب أكيد الموضوع ما له سهل وبيحاجة يعني كثير محاولات كثير صبر بس أكيد ما له مستحيل فأول شي أنت لازم بحدي عن جد الأوقات اللي أنت هي متاحة لك كونه عندك أطفال وعندك التزامات في البيت فبدك تحاول تلاقي الوقت اللي بتكوني فيه متفرغة أكتر اللي هو تحط فيه المهام الأكثر تعقيدة أكتر شي بالليل يعني بعد ساعة وبرك بعد ما ينام الأطفال عندك تحاول تستغلي هذا الوقت اللي بتكوني فيه لوحدك مثلا أو تكون الوقت متاحة إليك أكتر أنه تحددي مهام بشكل يومي ما فداعي يكون أسبوعي يعني أنا اليوم حسيت أنه شوي مترعجعة بالعلوم فأنا بقرر اليوم المساء بعد ساعة عشر ربس نينام أطفالي رح أدرس مادة العلوم درست كذا لمدة كذا وحاول الصبح أنك تفيقي مثلا بكير كمان تستغلي الوقت فيقي عندي بنت يعني بالمدرسة طبيعي أنه فيقي مع الساعة سبعة ومص تقريبا حلو بعد ما تبعتي مثلا استغلي هذا الوقت أو مثلا أعمال المنزل ممكن هنا فايقين أطفالك تستغليها يعني ما يكون بحاجة المشكلة أنه وقت بيكون في أعمال للبيت يكون وقت دروس اللي عم ناخدهم بمسارات يعني شفتني من الوحدة إلى الستة فعب يصير ضغط كثير أنه مثلا بتجين في المدرسة عند مثلا تحضير الأكل في مثلا لأولاد أنه واحد يشوف الكزامات ونبقل اليوم وكمان يعني أخذ الدروس وبما أنه أنا صلي منقطعة يعني أنه فترة طويلة عملاقي شوية طعوبة في أنه هيكي أنه أفهم المعلومة صح أنه كل شيء يمسيانين وإيه تركيز أكيد صعب معك يعني هو تحدي كبير و الله يقويك يعني وما له شيء سهل أبدا بس يعني مع المحاولة وباين أنه عندك إصرار وعندك عظيمة وعندك رغبة ودوافع فإن شاء الله أنا متأكدة أنه رحت أقدر توفقي بين أطول والله الصراحة صلى أن الكتب عندي ثلاث سنين بس صار عند ولدين يعني هيكي إجوا وراب وإن شاء الله يعني بالتقنيات اللي نحكي عن الأسبوع الجاي تستفيد منها وتستغلي بإدارة وقتك أكتر يعني ما في داعي أنكم تضغطوا على نفسكم بأنه تجهز برنامج أسبوعي أو برنامج يومي أحيانا في تقنيات تتفيدنا أكتر بأنه نحن نحط خطة فعليا أبدا أبدا ما بيضغط معي أنه حط برنامج أسبوعي لأن كل يوم ما بيعرف واحد أش بيصير معه أو بعد فاعة يعني صعب صحيح وما في داعي تضغطوا على حالكم أنه أنتم لازم تعملوا هذا الشيء لا هو ما له شيء لازم هو يعني الشيء مفيد إذا عملته ولكن ما له شيء لازم ويعني أنه ما رح نقدر ندير وقت نقصر عملنا في أمور تقنيات تفيدنا أكتر والأهم مثل ما حكي هنا أنه نحن نعرف الأوقات المتاحة لأنا أكتر التي نكون فيها بتركيز عالي نكون عادي نقدر نقوم بإنجاز أكبر فاستغلوا الوقت بشكل الأمثل هلأ في مثلا استشارات مثلا عن خاص تفضلي طبعا حاكيني طيب الله يسلامك الله يسلامك يا رب أي حدا عنده أي مشكلة أو عنده أي أي شيء حابب يترحه فيه تواصل معي أو مع الأنس نور على الخاص وهيك بتكون تهد جلستنا اليوم الله يعطيكم ألف عفية يا رب شكرا كثير لألكم لصبركم لحسن استماعكم شكرا كثير أنس نور الله يعطي العافية